تبذل وزارة الداخلية متمثلة في غرفة العمليات الرئيسية جهودا مكثفة للتأكد من التزام الجميع بالقرارات والإجراءات الاحترازية المتحدة لمكافحة عدوى فيروس كورونا خلال أيام عيد الأطحى المبارك غرفة العمليات الرئيسية لوكي العمر معك، العمرت بخير تضلع إدارات ومدريات وزارة الداخلية بجهود بارزة في اتخاذ كافة الإجراءات من أجل احتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره خاصة خلال عيد الأطحى المبارك وفي هذا الإطار تباشر غرفة العمليات الرئيسية دورها الأمني والاجتماعي وذلك بالتأكد من التزام المواطنين والمقيمين باتباع التدابير الاحترازية والوقائية في الأماكن العامة والأسواق وذلك حفاظا على سلامة الجميع إدارة العمليات هنا المواطنين والمقيمين بحلول عيد الأطحى المبارك ولا شك بالنواجب الدوريات خلال أيام العيد مضاعفة عدد الدوريات في الطرقات السكنية والأسواق وعلى وجه الخصوص المجمعات التجارية ومن أبرز مهام الدوريات خلال أيام العيد تقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين بكافة نواعها وما ننسى كذلك الاستجابة لكافة نواع البلغات من واجبات وإجراءات دوريات النجدة لمكافحة فيروس كورونا ورصد مخالفات عدم لبس كمام الوجه الوقائي وتأكد من اتخاذ كافة إجراءات وقرارات اللجنة التنسيقية من حيث مبدأ التباعد الاجتماعي وعدم التجمع لأكثر من عدد خمسة إشخاص وتقوم دوريات النجدة بمرافقة الباصات التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بدورها بالفحوصات العشوائية بمختلف مناطق المملكة وبالتأكير تقوم دوريات النجدة بتنظيم عملية الفحوصات قرفة عمليات الرئيسية على أتم الاستعداد والجاهزية وحيث تم تكثيف الجهود خلال هذه الأيام العيد الأضحى المبارك لجميع المتصلين بخط الطوارئ 999 أو الاتصال المرئي لتقديم البلغات وحيث تم التنسيق بين قرفة عمليات الرئيسية وجميع الجهات الأمنية لتقديم الخدمات والعون لجميع المواطنين والمقيمين خلال هذه الأيام أما بالنسبة لدور قرفة عمليات الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا فعطينا هذه الجانب أولوية قصوة لجميع المتصلين والمتعلقين بحالات الاشتباه أو الاتصابة بفيروس كورونا نوصي جميع المواطنين والمقيمين باتخاذ كافة التدابير الوقائية الصادرة من لجنة التنسيغية بارتداء الكمام أثناء الخروج حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين إن تحقيق السلامة العامة تتطلب تعاون وتكاتف الجميع والوعي بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من اللجنة التنسيقية التي ستسهم بإذن الله في توفير أجواء عيد آمنة من هذه الجائحة وكل عام وأنتم بخير اشتركوا في القناة